بس كان عندكم الخير في القلوب الحمد لله الله يديمها لأن كانت مصر العطوفة الحنونة مصر كانت تبعث المدرسين والمهندسين وكل من يعمل والمعلومة اللي لا يعرفها كثير منها على حساب مصر بجنيهات مصر مصر تدفع لأولادها وتقولهم اشتغلوا وانفعوا أخوتكم في مروءة أكبر من كده في الكرب أكبر من كده إخوات طبعا بس شوف احنا عندنا احنا عندنا البدو احنا نقول راعي الأولى ما يلاحك يعني صاحب الجميلة الأولى دا ما تلحقوش أبدا ما ما توفوش حقه أبدا فلما الشيخ زايد كان يقول في كل مجلس عن دور المصر وعن وقفة المصريين وكبر على فكرة ميش عنه المراحب بس على كده من الجام اللي كانت يعني فيها الجاهل وفيها الخروج من مرحلة الاستعمار وفيها وفيها ومصر يعني بترسل لا كان الطيران هو الطيران ولا كانت المواصلات في المواصلات ولا في السليفونات كانت تبعث بسلدات أكبادها إلى أشقائها حالي الحقيقة اللي حاول الإعلام المغرض أن يجعل مصر والمصريين هم اللي الآن يبحثون عن المصرحة وهم اللي الآن يبحثون عن أعلاقة من أجل شيء ما أرجع للتاريخ وأرجع لأساسه وأعطي الرجال حقهم الإنسان الفارس الحقيقي يعطي كل بحق الحقه ما هو حق المصريين على العرب وما هو حق العرب على مصر مصر أوفت بحقوقها اليوم أنت وقفتك بالدعاء وقفتك بالأمان بالخير وقفتك بتحرز إشاعات وقفتك أنه أنه تخلي العالم كله يعرف أنه كلنا نحن مع مصر